أعوذي بالله من الحيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم تحليل بيئي معالجة المياه هو التريتمينت الوحدة الخامسة ونواسط تسجيل شرح هذه الوحدة تعريف طرق معالجة مياه الشرب وكما تناولنا من قبل أربع طرق لمعالجة مياه الشرب والتهوية إزالة المواد العالغة إزالة عسر الماء إزالة المواد غير العضوية وهنا نتناول إزالة المواد العضوية Remove of Organic Material ليستخدم الفحم النشط لإزالة المواضع العضوية أهم المواضع العضوية هي الهايدروكربونات الأروماتية التي تسبب السرطان مثلا البنزين مثلا حلقة البنزين هنا الماء الملوس مثل هذه الهايدروكربونات زي النقاط هذه يمر من هنا عبر فلتر الكربون النشط فنتخلص إلا باقي قليل جدا وننتهي بماء نغي صالح للشرب إزالة البكتيريا والفيروسات هذه الطريقة السادسة وكيف تتم إزالة البكتيريا والفيروسات بواسط الطرق الآتية رفع درجة الحرارة استخدام الأشفاغ البنزيجية المعالجة بآيونات المعادة مثل النحاس والفضة استخدام الأحماض القواعد القوية استخدام وسائط السطح المشطة مثل المركبات الأمونيوم أول اثنين هذه عوامل فيزيائية وهذه عوامل كيميائية بشكل واضح جهاز نغياس الكلور المتبقي في الماء من هذا نرى أنه هذا الجهاز يكيس بشكل واضح عند المعالجة الكلور المتبقي في الماء هذا من واحد من الأجهز المستخدم في بعض المحطات طعم الماء المقبول acceptable taste of water وهذا نتحصل عليه لكي يكون طعم الماء مقبول ونجب معالجته بواسطة الكربون النشط وبعض المواد المؤكسدة مثل الكلوروسانيوكسيد الكلوربروميجينات البوتاسيوم وبهذا نصل إلى نهاية هذا المقطع ونواصل في مقاطع أخرى لتكملة محتويات هذه الوحدة إن شاء الله